لك ملود مرحبا بكم مشاهدنا فاضل في كل مكان في هذا الموعد الرياضي ننقلكم فيه وعلى المباشر في هذه الأثناء إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدا في هذه الأثناء عناصر المنتخب البوركينابي إذن سيدخلون للانطلاق في التدريبات تحسبا للمواجهة غدا التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني الجزائري ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى إذن المنتخب البوركينابي بقيادة المدرب كامو مالو يدخل في هذه الأثناء إلى أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدا تحسبا لخوض أول حصة تدريبية لهم على أرضية ملعب المباراة إذن التي ستلعب غدا في حدود ساعة الخامسة مساء أذكر بأن المنتخب البوركينابي حل زوال اليوم بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة قادما من المغرب في رحلة وصفت بالغريبة وقد حل وفد المنتخب البوركينابي بوفد كبير جدا ضم حوالي 88 عضوا ما بين لعبين وطاقمين إداري وطبي وفني إلى جانب مرافقين آخرين وطبعا كما كان منتظرا فقد رفض لعب المنتخب البوركينابي وحتى الطاقم الفني والمدرب الإدلاء بأي تصريح باستثناء تصريحات بعض المرافقين لوفد المنتخب البوركينابي من لعبين سابقين وحتى مناصرين إذن كانت هذه الصورة